طب انا عندي سؤال ساعات الناس بتروح علشان وهي بتشتري العربية فيتقلق جملة غريبة جدا خد بالك هو السعر ممكن يزيد في اي وقت طب مش انا دفعت مقدم الحجز لا على اساس السعر مثلا ان انا افترض مفيش عارض الوقت بمئة الف بس انا افترض ان في مئة الف جني مش انا اتفقت معاك لانه العربية دي بمئة الف اه وانت قلتلي مقدم الحجز مثلا عشرة في المية فانا حطيت عشرة تلاف هو ينفع وانا جاي اكمل بقية الفلوس اول استلم يتقال لي الاسعار زايدت بقت مية وعشرين قطعا لا ودي من مكتسبات الازمة ان احنا الاول كانت الامور مفيش مشاكل فبالتالي ما كناش بندخل في تفاصيل التفاصيل لما حصلت ازمة السعرات من ضمن الحاجات الاساسية اللي تدخلنا فيها دلوقتي ان احنا ايصال حجز العربية اصبح عقد ابتدائي حلو عقد ابتدائي وفقا ليه قرار جهاز حماية المستهلك فيه كل ما يخص العربية شكلا موضوعا مواصفات حتى الكماليات السعر معادة تسليم بالساعة فحضرتك النهاردة لو رحت تحجز عربية هتلاقي الاصال الحجز اللي بيديه لك فيه كل بيانات العربية اللي تسليمها بسعرها بمعادة تسليم واي حاج غير كده مخالفة حلو جدا طيب هل من حق التاجر الموزع ايا كان انه يحط حتى فيه اطار العدد القليل اللي بيوصل من عربيات من حقه ان هو يحط ما يطلق عليه هل هو ده من حقه بص الموضوع ده قتل بحسن في اطار التجارة الحرة في اطار ما يسمى بالتجارة الحرة او free market طبعا تحديد السعر مش جبري فيش حاجة اسمها سعر جبري لكن فيه حاجة اسمها سعر استرشادي سعر استرشادي ميه اللي بيحدده الوكيل او العلامة التجارية نفسها هي اللي بتحدد سعر استرشادي للبيع لكن لو بنتكلم في تجارة حرة فمسألة عرضه طلبه منافسة فممكن يحدد سعر اللي عايزه لكن جرى العرف ان فيه سعر استرشادي الناس يمكن هنا الخلط شوية انه بيقولك العربية عند الوكيل بكزا وبرى عليها over price كزا في الاخر طيب ما هي موجودة هنا بالسعر اللي انت عايزه لكن هتستلمها كمان ثلاث شهور او اربع شهور انت مستعجل انت مستعجل اذا انت بتدي مساحة للتاجر ان هو يستخدم الضغط عليك عشان بدي لك بسعر اعلى لكن هي موجودة بالسعر اللي بتاع قصبر شوية هي ده حتى ده انا قلته طمام ما انتش مضطر طيب هما انت مفيش يعني ازمة اصلي مش سرعة يعني مش هقول هي رفاهية هي مش رفاهية طبع العربية النهاردة بقت طبع تعتبر سرعة اساسية بس اصد على سبيل المسال معاك عربية ومشي استنى شوية لما الازمة تعدي وبعد كده اسعار تستقر وغير العربية ما لم يكن عندك ضرورة ملاحة تتطرق طيب يروح استلم من الوكيل ما كانش لكن هو فعليا طبعا اي منتج بتقل الوفرة بتاعته برتفع السعر على طول على طول طبيعي قولا واحد فبالتالي النهاردة طالما نقص العرض مهما نعمل خلاص هيفضل فيه قطعة واحدة من المنتج اتنين عايزين فاذا انا بعمل مزاد بينه بس كده لكن لو فيه قطعتين للاتنين خلاص استقرت لو فيه تلت قطع للاتنين فانا اللي بجري ورا الاتنين فبه هنزل بالسعر صح نظريت عرض وطن